يعني للإنصاف وزارة الصحة بخصوص هذا الموضوع وزارة الصحة أجرت بعض الإجراءات الإجراءات ليست أكيد ليست إجراءات كاملة أو إجراءات تامة هناك ضعف في المتابعة وفي تدقيق هذه الإجراءات وزارة الصحة والمؤسسات الصحية العراقية أكيد ليست بالمستوى المطلوب والخدمات التي تتقدمها هي خدمات ضعيفة في جميع الجانب الصحي والطبي وتعاملها مع هذه الأزمة وهذا الوباء الطارئ هو تعامل ضعيف وهذا ما لمسناه يوم أمس خلال زيارة الساعة الرابعة مساء إلى مطار بغداد الدولي حيث لمسنا هناك ضعف في هذه الإجراءات وضعف في المتابعة وضعف في التدقيق يعني أغلب الكوادر الموجودة في مطار بغداد الدولي التي هي بتماس مباشر مع جميع الوافدين إلى العراق والداخلين إلى العراق لم توفر لهم وزارة الصحة ولا مطار بغداد الدولي حتى عدة الحماية الشخصية البسيطة من كمامات وقلوفز ومعاقمات مع الأسف وكذلك وجود جهازي للكاميرا الحرارية أحد هذه الأجهزة كان معطل ولا يعمل ويمكن هذا مصور فيديويا كانت ما ظاهرة بصورة والوافدين يدخلون بالعشرات من أمامه والجهاز الثاني كان قراءة خطأ حيث إجرينا تيست اختبار على بعض المتواجدين الذي أظهر تسجيل درجة حرارة 39 وعندما دققناها بالمحرارة اليدوي العادي كانت درجة الحرارة 36 يعني بما لا يقبل الشيك وهذا الأمر ظاهر للجميع أن من أكبر الدول المصابة حاليا بالكورونا فيروس هو جارتنا إيران وللأمانة والأمانة العلمية أريد أقول أن الفيروس الذي صاب جار إيران هو أخطر وأشد فتكا من الفيروس الذي أصاب الصين يعني نسبة الوفاة أو الموت بالفيروس الذي أصاب الجانب الإيراني هي تصل ما بين 20 إلى 30% بينما الفيروس الذي أصاب الصين نسبة الوفاة لا تتجاوز به 2 إلى 3% يعني الفيروس الموجود في إيران عشرة أضعاف أشد فتكا بالمواطنين أو بالبشر هناك إصابات عديدة يمكن بالمئات ويمكن توصل إلى الآلاف في الجانب الإيراني يعني معناها حاليا إيران هو بلد متعرض إلى الوباء هذا يستدعي من الجانب العراقي إجراءات خالية من أي تهاون وخالية من أي تعاطف في هذا الموضوع هذا الموضوع حساس وطارئ وهذا الموضوع يشمل حياة الملايين من البشر داخل العراق يجب وجود قرار شجاع وجريء وطارئ بإيقاف التبادل بالمواطنين مع الجارة إيران بشكل نهائي وتام وبشكل 100% نريد أن نحمي شعبنا يجب أن يكون لدينا إجراءات طارئة ومهمة وعاجلة بخصوص هذا الموضوع اللي جاء يصير على أرض الواقع مع الأسف لا الحدود ليست مغلقة بنسبة 100% هناك دخول للكثير من المواطنين بين البلدين وتبادل دخول المواطنين بين البلدين هذا الواقع يعني إحنا كلجنة الصحة والبيئة تعاملنا هو مع الجانب العراقي تعاملنا مع وزارة الصحة سونا لمستضافة قبل يومين الوزير الصحة ووكلاء وزارة الصحة ووكيل وزارة البيئة والمدراء العامين للصحة العامة جميعهم اجتمعنا معهم دققنا الموضوع وخرجنا ببعض التوصيات أعتقد بعض هذه التوصيات تم اعتمادها من خلية الأزمة المشكلة بآمر رئيس الوزراء وبعض هذه التوصيات لم يتم اعتمادها بعض هذه التوصيات اللي وصيناها خلال هذا الاجتماع بمنع تبادل الدخول بين إيران والعراق بشكل تام وإيقاف التبادل التجاري حتى بالنسبة للبضاع أعتقد هذه التوصيات لم يتم اعتمادها من خلية الأزمة وهذا شيء مصحح يجب اعتماد هذه التوصيات لخطورة الوضع الحالي صراحة خلية الأزمة ليست خلية تتخذ الإجراءات الصارمة والجيدة جدا والطارئة وعلى مستوى خطورة الموضوع هذا ما لمسناه يوم أمس خلال زيارتنا مثلا إلى مطار بغداد الدولي لم يكن لخلية الأزمة أي دور في هذه المنافذ وخصوصا هذا المنفذ الجوي الأهم في بغداد لا بل هو الأهم على مستوى العراق لم نلمس أي دور لخلية الأزمة في مطار بغداد الدولي لم يتم زيارتهم إلى مطار بغداد الدولي لم يتم تدقيقهم ومتابعتهم على جميع الإجراءات إجراءات الوقاية والإجراءات الطبية في مطار بغداد الدولي أغلب العاملين في مطار بغداد الدولي لا يلبسون والله هذا اللي لمسناه من خلال زيارتنا على أرض الواقع لمطار بغداد الدولي نحن اليوم طالبنا رئيس الوزراء ووزارة الدفاع بتخصيص طائرة هلكوبتر لأعضاء لجنة الصحة والبيئة لزيارة جميع المطارات والمنافذ الحدودية البرية في العراق تعرف هذه المنافذة أكو بالبصرة وأكو بأربيل وأكو بالوسط أريد أن نزورها كلها وهذا أكيد بالسيارات سيأخذ من عندنا وقت اليوم طالبنا صباحا رئيس الوزراء ووزير الدفاع بتخصيص طائرة هلكوبتر لزيارة جميع المنافذ الحدودية والبرية والجوية والاطلاع عليها بشكل مباشر حتى نقدم الملاحظات وتقييمنا لهذه المنافذ وأتمنى أن تصدر الموافقة بسرع وقت في تجمعاتنا وفي بعض المجاميع للنقاشات أنه كل النواب يتوجهون كلهم في محافظته يتوجه إلى هذه المنافذ الحدودية والبرية والجوية الموجودة في محافظته لتدقيق هذه المنافذ لكن بالطبع لكل نائب اختصاص فيعني من النائب هو مثلا على سبيل المثال صاحب شهادة خلي نقول مو علمية شاعب شهادة والله الحكومة مع الأسف إجراءاتها ليست بالمستوى المطلوب وحسب خطورة هذا المرض وهذا يحتاج تدخل السلطة الرقابية الممثلة بمجلس النواب العراقي المحجوزين أو المحجورين في مستشفى الأورام اللي موجود في جانب الرصافة في بغداد وكان مخصص لحجر ما يقارب من 58 شخص تم عودتهم من الصين وتم حجزهم قبل عشرة أيام كانت ظروفهم جيدة لا بأس بها وتم إكمال لأربعة عشر يوم وخروجهم بدون أي إصابة وأعتقد بعض من عودهم كانوا طلبا من أقليم كردستان يعني المفروض الجراءات الصحية والطبية الصحيحة أن جميع الوافدين من المناطق الموبوئة وركز على المناطق الموبوئة والتي هي محددة تقريبا لحد يوم أمس حددت بعشر دول لمنعها الصين وإيران وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين هذه الدول العشرة يجب جميع الوافدين أن يتم حجرهم لمدة 14 يوم هذا الإجراء العلم الصحيح لمنع انتشار المرض أعتقد وزارة الصحة أو خلية الأزمة لغاية الآن الأجهزة الكاميرات الحرارية التي شفناها يوم أمس في مطار بغداد الدولي هي صنع قديم ليست أجهزة حديثة والدليل هذا أنه قراءة أحد هذه الأجهزة قراءة غير صحيحة كانت وبشهود العاملين حتى على الجهاز أنه بها إيرار والجهاز الثاني كان عاطل وقديم والدليل أنه النظام المنصب لعمله نظام اكس بي ويندو اللي موجود من أكثر من عشرات السنين نطالب خلية الأزمة ورأسة الوزراء بإجراء تحقيق رسمي وعاجل للإخفاقات والملاحظات التي تم ملاحظتها في مطار بغداد الدولي أو سيتم ملاحظتها مستقبلاً في أيمن فد حدودية هو بصراحة لا توجد ميزانية محددة لهذا الموضوع بالذات لأن هذا الموضوع موضوع طارئ لكن الميزانية سنة 2019 عالجت هذا الموضوع ببعض الإجراءات أنه خلت أكوبند بالموازنة يسمى البند الصرف على الحالات الطارئ أو الموازنة الطارئ للأسف هناك بعض العرقلة من رئاسة الوزراء ووزارة المالية بصرف المبالغ المخصصة لوزارة الصحة حتى تقدر الإسراء بعملية الشراء المستلزمات الضرورية والطارئة والأساسية بمواجهة هذا المرض يعني على سبيل المثال طلبت وزارة الصحة من رئاسة الوزراء ووزارة المالية 5 مليون دولار أعتقد تأخرت أكثر من 15 يوم يالا انصرفت ونحن في موضوع طارئ يتعلق بحياة البشر طلب يتأخر 15 يوم يعني بصراحة من المؤكد أن أقليم كردستان هو جزء لا يتجزأ من العراق ونحن في لجنة الصحة والبيئة حاضرين لدعم أي طلب من أقليم كردستان لصرف أي مبلغ طارئ لمواجهة هذا المرض والربال الخطير لكن ليس لدينا أي علم بوجود أي طلب مثل هذا الطلب ونحن مستعدين لدعم ومتابعة أي طلب مثل هذا يعني بشكل العام بالنظر لتطور هذا الموضوع في جارة إيران ووجود حالات كثيرة جدا من هذا المرض في إيران ووجود الواقع الذي يتحدث عن مئات الآلاف بل ملايين من الزائرين المتبادلين بين العراق والإيران نعم هناك خطورة حقيقية لإمكانية تفشي هذا المرض في العراق يعني إحنا حاليا في مرحلة في المراحل الابتدائية لهذا الموضوع إحنا استدعينه صوينا استضافة لوزير الصحة والكادر المتقدم في وزارة الصحة وزودنا ببعض التوصيات راح نعمل خلال بعض الأيام خلال ثلاثة أو أربعة أيام على متابعة تنفيذ هذه التوصيات من المؤكد في حال لم تقوم خلية الأزمة أو وزارة الصحة باتخاذ جميع الإجراءات والتوصيات التي حددناها لهم من المؤكد أن يتم استجوابهم بشكل رسمي لأن هذه حياة الشعب وحياة ملايين من الناس ترجمة نانسي قنقر